بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا عزائيين طالبان الطلاب هاي المحاضرة الثالثة في الباكيجين نتابع الماتيريالز نيجي الان عن البلاستيكس كانت تو كلاسز بلاستيكس ثيرمو شتس ثيرمو بلاستيكس ويعني شوفوا اللي احنا حطين مثال هون اللي هي بس في لهم تفسير هذول الثيرمو ستس والثيرمو بلاستيكس الثيرمو ستس اللي هو اللي لا يمكن اعادة استعماله لكن الثيرمو بلاستيكس ممكن انه نستعمله طيب بجاك العام من الادوانتج جزو بلاستيكس هي كما يريم ريز فيو بارتكيلز انتو دا برنك طبعا حسب نوع اللي بلاستيك اوكي؟ it depends on the type of plastic ريز فلكسبل and not easily broken فهذا صحيح مية في المية المقارنة طبعا بالزجاج are of low density and thus light in weight وهي برضو صحيحة مية بالمية can be heat sealed معظم نعم ممكن انه نعمله sealing بالحرارة are easily molded into various shapes yes that's right وهذا صحيح يعني ممكن تشكيله بأشكال مختلفة بسهولة suitable for use as container closer and secondary packaging كل يعني انواع ال container او packaging موجود فيها primary container secondary container or closer cheap تعتبر صحيح يعني مقارنة بالزجاج هي يعني اسعارها اقل الكلفة اذا كلفة اقل طيب يعني ممكن يصير الانتراكشن مع ال مع ال other materials مع ال products خصوصا some plastics undergo stress cracking and distortion from contact with some chemicals طبعا اذا حساسي لبعض انواع chemicals ولذلك يعني يعني تقريبا مبني على الاول اللي هي not as chemically inert as type one glass they undergo stress cracking ولما نقول stress cracking يعني مصير فيها عمليات مع ال interactions او chemical interactions مصير فيها cracks بتشقق او بتتكسر some plastics are very heat sensitive يعني بعض انواعها حساسة كثير للحرارة للحرارة ولذلك يعني مش كلها يعني ممكن تحمل اي درجة الحرارة they are not as impermeable to gas and vapor as glass are not as impermeable not impermeable يعني مش مش كاتب مش مكتومة impermeable غير نفاذة فهي ليست غير نفاذة كما هي من الغلاس طبعا هذا نفي نفي يعني it is not ممكن نقول some some of the plastics are permeable يعني الغلاس طبعا the most impermeable for gases and and other vapors or materials خمسة they may possess an electrostatic charge which will interact which will attract particles additives in the plastics are easily bleached into the products and additives راح نشوف additives اللي موجودة يعني نشوف بعض additives الموجودة بالبلاستيكس وضائفها لكن هاي additives هاي ممكن انه بسهولة يصير لها لها leaching leaching لل product ولذلك مصير فيه contamination وطبعا this is within مفروض تكون within limits يعني معظم البلاستيكس ومعظم الأدث مصير لكن within criteria اللي احنا حطينا ما في مشكلة substance such as active drug and preservatives active drug or may be taken up from the products وهاي اللي احنا دايما نركز عليهم من active drug وال preservatives بالذات preservatives ليه لأنه كمية قليلة جدا دايما نضيفها من يعني 0.1% 0.2% فهي إذا صار adsorption يعني من البلاستيك معناته مستفدناش منها يعني لو راح 0.2% 0.1 معناته راح مصير إذن بصير غير فعالة لأنه هذه preservatives لازم يكون في lower concentration حتى يصير لها ما يسمى بال minimum inhibitory concentration minimum inhibitory concentration إذا نقصت عن هذا الحد معناته is بصير يعني inactive ما تصير وكمان الدرقز طبعا اللي بتكون اللي درقز اللي اللي قليلة الكمية اه الا low concentration drugs أو اه 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 باي البلاستيك كونتينر معناتها في بصير عندنا مشكلة بالاكتيفتي اوكي طيب هذا الجدول خليت بس صفحة واحدة يعني هذا المطلوب منكم الان هو الصفحة هاي اللي موجودة فيه لسويتس اوكي هاي ايش هدوها الانواع البلاستيك الموست الموست حوالة يوزابل طيبز اوكي görüş الصفحة الثانية فيها الhang الس�세요 الأن اللي هون هون شائطينه هذو الاسم والحي دنستي بولي اثيليان ولي دنستي بولي اثيليان بعدين عندنا البروپيلون اوكي بولي بروبيلين وفي عيننا البولي ستاييرين وفي عيننا البوليفينايل كلورايد بي بي سي هؤلاء الأربعة اللي هما الأكثر انواع من البلاستيك اللي هي مستخدمة في الاستخدامات الموجودة في السوق يعني او في الواقع. فهاي البرو بارتيز تاعتها و يعني اللي مفروض نعرفها المعلومات هاي الجنرال كوست يوزد فور اوبتكال and physical properties, resistance to heat, barrier to moisture, barrier to gases, oxygen and so on. وبعدين resistance to oils and other chemicals. فهذول مطلوب انه تعرفوا كل واحد من هذول اللي هو الهي دنسيتي واللو دنسيتي polyethylene and polypropylene and polystyrene and polyvinyl chloride. اشت البرو بارتيز تاعتها. اوكي. يعني في ملاحظة يعني شوفوا على الكوست مثلا شايفين كله الكوست يعني يعني يعتبر له in comparison with other with glass and metals فيما بعد. اوكي. ولذلك هاي اللي هي الطبعا بقية البرو بارتيز بتكون تقرؤوهم ممكن ترجع طبعا اذا مش واضحون ترجعوا للكتاب موجود فيه بشكل واضح. تكبروه بتضبطوه فبيكون اوضح. اوكي. اذا هاي الموست امورتنت كاركتورستيكس اوكي 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 In thermoplastics, at high temperature, these polymers melt and become liquid. The polymer chains flow and the material can be molded into a variety of shapes such as bottles, tubes, and films. إذن كل أنواع يعني تشكيلات مختلفة. Softening and reshaping by the application of heat and chemical. Softening and reshaping by the application of heat and mechanical force can be performed multiple times. يعني ممكن إعادة تشكيلها أكثر من مرة. يعني شكلناها وخصوصاً اللي بظلوا من وراء الشكله مش كويس أو اللي فيهم defects وهذا ممكن نرجع إيش نصهرهم ونرد نعملهم مرة ثانية من جديد. أوكي. They are employed by blow-fill seal. هاي فيها بعد شوية نروح على blow-fill seal اللي هو الشيء الأشكال فيه figure. بتبين كيف طريقة البلو. ثلاث خطوات. Blow-fill وسي يعني نفخ وتعبئة وتسكير. نفخ تعبئة وتسكير. Blow-fill-seal technology. which is used to produce liquid-filled plastics. Plastic containers. Liquid-filled plastic containers اللي هي بتكون مملوقة يعني جاهزة. طبعاً هاي إذا كان بدنا إياهم العبوات المعبأة جاهزة. with container formation. Container formation اللي هي هاي البلو. أو filling الفل. والsealing اللي هي عملية السيل. Blow-fill-seal. occurring in one continuous. كلهم هذول. In one continuous operation. يعني بعملية متتابعة واحدة. which occurs over a period of less than a few seconds. يعني هاي العملية. Blow-fill-seal. بتصير خلال ثواني. أوكي. the process particularly suitable for aseptically aseptically producing aseptically بتعفوينيشو. aseptically producing sterile pharmaceutical products. اللي إذن يعني injectables مثلا آه. في كثير بالسوق موجود plastic آآ vials أو plastic آآ ampoules آآ آآ عبارة عن sterile. يعني آآ أضربك المثال اللي هو آآ distilled water آآ vials. آآ distilled water ampoules. هاي عبارة عن بلاستيك. فيها خمسة ميلي. عبارة عن آآ مصنوعة من البوليستايرين مثلا أو البولي بيناي الكلورايد. أوكي. طيب. الثيرمو ست بلاستيك أو ثيرمو ست بوليهار can only be shaped once. ها. only be shaped once. مرة واحدة. following the polymer formation. بعد ما نتشكل البوليمر بعد ما نتشكل البوليمر مرة واحدة. due to ليش السبب طبعا التفسير؟ due to the fact that the cross-linked polymer chains آآ. cross-linked polymer chains cannot cannot be cannot flow. يعني نتيجة انه ال polymer chains اللي مستخدم بيصير لها cross-linking. و cross-linking بيصير the flowability تاعتها أو حركتها يعني. وهون اللي flow المقصود هي الحركة after melting والحركة molecular movement ها molecular movement يعني بتصير is not allowed يعني مع cross-linking بصير كتير صعب ولذلك إعادة تشكيلة بصير مشكلة ذلك هي تشكل مرة واحدة وخلاص إذا further heating إذا إجينا وردينا رجعنا يعني سخناها مرة ثانية would lead to breakage of the bonds in the polymer and polymer degradation إذن عملية إعادة تسخينها مرة أخرى بيعمل على بيعمل bonds degradation أو bonds breakage and degradation of the إذن هاي الفرق ما بين thermoset with thermoplastics أوكي هذه اللي هي البلو fill seal هاي البلو fill seal mechanism أو process هاي عملية البلو هون اللي هي النفخ بعدين هون مصير fill ها هون بالمرحلة هاي fill هون هاي product طبعا هون بيكملوا filling هون وبعدين ايش ceiling ها البطوع هون تكملت filling والsealing هاي ceiling هون ceiling أوكي وبعدين آآ 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 الكنتينر بيجمع بيجمعه في آآ كراتين خاص أوكي اذن آآ تمثيل لعملية البلو fill seal اللي هي آآ تصنيع آآ بلاستيك كونتينر اللي هما قلنا ايش مالي لل sterile products هاي اكثر شي لانو نحن بنصنع كونتينر فاضية ونشتريها بال يعني بالمصانع ممكن نجيب نجيب قناني بلاستيك فاضي مع الاغطية ونعبيها وبعدين بنسكرها لكن هون ايش هون تصنيع مع تعبئة مع تغليف طبعا تعبئة تغليف ومن ثم يعني storage طيب هاي الادitives residues and additives اللي هم الاشياء المضافة للملاستيك in plastics during polymer synthesis a variety of chemicals such as solvents catalysts solvents catalysts initiators and accelerators are needed to assist the polymerization process يعني خلال يعني في مضافات هاي اول نوع من المضافات اللي هي ايش اللي منضفها خلال عملية التصنيع التصنيع polymer synthesis تخليق ال polymer منها المحليل منها catalysts accelerators حتى يصير تسريع يعني هاي خلال عملية polymerization knows known as process residues process residues when the polymer is subsequently made into a finished product example a bottle further chemicals called additives and processing aids هاي are added يعني يعني الآن بعد ما بعد خلال عملية التشكيل عملية التشكيل as a bottles منضيف additives بسميها processing aids to control in order to control or enhance the properties of the polymer enhance the properties of the polymer or finish the product or to aid the manufacturing process يعني مشان المساعدة في عملية التصنيع وتسهيل عملية finishing these chemicals include هاي من chemical additives اللي حكينا عنها include plasticizers fillers toughening agents stabilizers antioxidants opacifiers colorants UV absorbers lubricants slip and anti blocking agents and internal release agents اوكي اذا هذي ال additives كلها ممكن انه احنا نضيفها خلال عملية التصنيع ال containers bottles او droppers او ما لذلك اوكي في جدول رح نشوفه بعد شوي موجود في كل ال colorants او كل العفو كل ال additives هاي their inclusion or not will depend on the plastic and the finished products their their inclusion or not يعني هل عملية اضافتهم او عدم اضافتهم بيتمد على ايش ال type of type of plastic و finished يعني شو المنتج النهاي منومر منومرز 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 شو منعمل احنا احنا دايما منفحص limits 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 لما نقول limits يعني في عندنا criteria يعني في عندنا بيكون نهايات بنقدر نتخيّد فيها اوكي مثلا واحدة من الأديتير تكون anti-oxidant مثلا الموجوء المطلوب فيها 10 parts per million هاي الحدي اللي الاقصى وين مفحصوا 10 parts per million نفحصوا بالproduct اذا زاد عن 10 parts per million معناته يعني مرفوض بيكون الproduct لذلك دائما لازم يكون اقل هاي الanti-oxidant مثلا الميتابيسلفايت اذا كان اكثر 10 parts per million معناته يعني لازم تكون مرفوض وهذا الكلام يعمل على كل أنواع الأديتبز والرزيديوز والمونومرز اللي احنا ممكن انه تطلع من البلاستيك material للproduct اوكي نصير الليش اوكي 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 لازم يكون في عندنا ودائما نفحص ويتأكد من انه وهذه طبعا من ضمن ايش من ضمن stability studies اللي لازم تنعمل على الفاينل product لكل انواع الفارماسيوتيك product مع الكنتينر ها وذلك لما تاخذ الـ research and development وناخذ الـ stability study تعمل على product لحيال المرات وتعمل على الفاينل او finish the product اللي هم على الكنتينر من ضمن لذا كان بلاستيك ونشوف كيف الليمت هاي هاي الحال هاد الكنتين هاد عفو الـ table اللي اللي هما process residues and additives in بلاستيك اوكي هاي الانواع additives هون هاي additives and processing aids هاي rule for each يعني شو وظيفة كل وحدة وهاي example عليها هاي هذا الجدول حفظ كامل حفظ كامل plasticizer fillers and extenders toughening agents stabilizers anti-oxidants uv absorbers opacifier whitener colorant lubricant internal release agents anti-block or slip agents anti-static agents كلهم هون هاي الوظيفة تاعتهم شو معنا كل واحد او ايش وظيفتها وهاي مثال مثال عليها اوك هذا الجدول اذا زي الجدول السابق ايضا بدكم تحفظوا هذه يعني بس مثال على البعض طبعا هون هاي هاي اللي هي الزجاجة طبعا هاي ايش اللي هون 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 طبعا هاي زجاجة لكن شكلها لكن شو اللي بدخل هون بلاستيك هاي مثلا الغطو ممكن يكون بلاستيك اه اللي بتاعته الربر رح نيجعل الربر بعد شوي والإلاستومرز هذا بلاستيك هذا طبعا هذا شكله ممكن يكون بلاستيك سو ممكن يكون زجاج اه هاي اه امبول اوك على اي حال مقارنة ما بين الـ فقط للمشاهدة يعني هاي طيب هاي النوع الثالث من المتيريال used for packaging بدأنا بالغلاس والآن خلصنا البلاستيك الآن rubbers and elastomers these are extensively used as stoppers stoppers closers and parenteral on parenteral containers mainly يعني في pharmaceutical products mainly هذا الاكثر استخدام لهم اللي هو عبارة عن stoppers when used as a closer they allow they allow hypodermic needle to enter the container enter the container and reseal when the needle is removed gestion يعني هاي العملي اي مفهومة انو احنا بال variables ah اللي ماتي باليوز من مجيب السيرينج البر من 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 داخلها بال الربر هاي اللي هي الغطاء الغطاء المطاطي ومنحط المي مشان نحل الضيال أو منسحب يعني جزء منها وبعدين منسحب الإبرة بترد تسكر هاي اللي أهم خاصية بالنسبة له هاي المادة إنه reseal when the needle is removed. They are soft enough. They are soft enough to mold and conform to the opening of the container and allow a tight seal. يعني طبعا نتيجة elasticity تاعتها بتعمل إغلاق محكم. إغلاق محكم للكنتينر اللي يستخدم عليه. The materials used must therefore be resilient, resistant to coring, must not fragment when penetrated by an needle. هاي معنى resistant to coring. معنى resistant to coring ما يصير لها أي نوع من الفragmentation يعني التفتت فلال العملية الإدخال الإبرة. And compatible with the pack content. لازم تكون إذن هاي شروطة تكون resilient, resistant to coring, and compatible with the pack contents. Elastomers are polymers that can be stretched to equal two or more than twice their original length. يعني elastomers نقدر نمطها قد طولها أو أكثر. Equal two or more than twice their original length. and which return to their original length once the force is removed. بعد ما نخلص شد ترجع لوضعها الأصلي أو لطولها الأصلي. Elastomers may be natural extracted from rubber trees or synthetic إما بتكون natural or synthetic. يعني petrochemicals. يعني من مستخرجات البترول. مستخرج من أو من مصدر بترولي. rubbers are formulations of these elastomers. And in addition to that, elastomer colymer contain a number two to ten. يعني ممكن من مادتين لعشرة of substance such as fillers, vulcanizing agents, cure accelerators, activators, plasticizers, lubricants, antioxidants and pigments. إذن يعني الربر هو elastomers لكنه محسن أو مضاف عليه مضافات. يعني هم مثلين نفس الشيء طبعا. elastomers والربر هو نفس. لكن الربر لما نستمره لما نضيف عليه مضافات بصير إيش؟ يعني من هاي الأشياء اللي نسميناها. fillers, vulcanizing agents, cure accelerators, activators, plasticizers, lubricants, antioxidants and pigments. فهدول كلهم ممكن نضيفهم للelastomers. يعني نسميه الربر أو elastomers. محسن، whatever. فهو both are the same. elastomers والربر لكن اي ما يعني اي تسمية بتقولها يعني صحيحة. لكن هما يعني يعني انه الربر حتى يصيح اي نسميه الربر من يكون فيه additives ها. الاساسي elastomers. طيب. الميتلز. الميتلز اللي هي رقم أربعة من الباكيجينج ماتيريالز. is widely used to package food, beverages, aggressive products, aggressive products, etc. الميتلز إذن من ضمن المواد اللي ممكن استخدامها لا packaging. أهم او اكثر متل استخداما هو aluminum. aluminum. والتن plate القصدية. الالامنم والتن plate with ten plate sheets of steel that is coated with a thin deposit of ten. إذن تن plate من ستيل يعني ستيل ستيل مع مغطة بالقصدية. هاي اكثر الاستخدام الامنم والتن plate. they are used in the form of cans pressurized meter dose inhalers containers اللي هوا العلب اللي بستخدم بالانهالر هاي ايضاً tubes cream or ointment or gel tubes pouches or pouches four هاي four powders granules liquid subjectors يعني ممكن تستعمل as pouches اما يعني containers غيره زي the subjectors ها لتحميل هاي الصغيرة او انه pouches يعني ممكن تستعمل يعني كعلب اكبر شوي. ايضاً ممكن استخدامها as blister packs and closers. blister packs and closers والclosers اللي هي مثلاً المحيطة بالمطاطة على الفيال اي من aluminium or tin plates. advantages of materials of metals mechanical strong and can withstand the high internal pressure in خصوصاً طبعاً بالBMDI اللي هي fracturized meter dose inhalers. containers يعني withstand internal and external pressures. shutter proof يعني اغلاقها محكم. light weight يعني مقارنة بالزجاجة ها due to the act to the fact هاي due to the fact اوكي. فاكت يعني اديرو باركو هاي الف دايمان ايش. دايمان الف هاي دايمان هذا. يعني بدك تتعرفوها من سياق الجملة هاي مثلاً هون four هاي. four. four. due to the fact that it is strong even when thin layers are used. ها يعني ها يعني لانه معظم thin layers. يعني بدك نشتخدم هذا thin layers. ولذلك وزنها قليل. خفيف. impermeable to gas and light. وهاي برضو يعني خاصية جيدة. malleable. malleable ايش. يعني ممكن انه نطويها. ها ممكن نتعجها نطويها. مalleable. it can be tailored in hardness and flexibility with respect to the desirable container. يعني المثال اللي عليها اللي هو التيوبات. التيوبات الالمينوم. التيوبات الكريم والأوينتمنت. اخر شيء. يعني تعال شوف الان بيصنعوهم اما من الالمينوم او من يعني معدني او ايش. او من البلاستيك. البلاستيك ما بنقدرش نطويه. لكن المعدني. اخره بنقدر نطويه شوي شوي مشان ايش. مشان ما يردش يرجع لأخر التيوب. فبسهولة بساعدنا يعني باخراج التيوب بسهولة. يعني المواد الاخراج المادة من التيوب من الكريم. من الكريم. التيوب الكريم. اكثر اكثر سهولة. متل. متل كان هاوغر انتراكت with the pharmaceutical products. يعني فيه. إذن فيه. انتراكشن. ولذلك بنا ندير بانه. يعني مش كل. الproducts ممكن تكون. بالتعابقات مع هاتي مثل. هاتي مثل المتل منه. كتابة متل منه. الكريم. الفكريم منه. يعني كثير من المتل حتى انه نحصل ال mari. المتل منه كبيرة متل. من رح ايش عمليه كوتنگ. أعمليه كوتنگ داخلي. كوتنگ من الداخل. كوتنگ من الداخل. بهذه المواد إما فينيل or acrylic epoxy based reasons فينيل epoxy based reasons أو acrylic epoxy based reasons The outside of the metal container is also coated to protect the metal and to enable printing وأكثرها بتكون مدهونة من الخارج ومكتوب عليها مطبوع عليها الأشياء اللي بدنا إياها اسمي الproducts التركيب التوصيات اللي بدنا نحطها التعليمات وما إذا Both soft and hard forms of aluminum and template are used in pharmaceutical packaging Hard material is used for its strength and durability in containers such as aerosol cans يعني الhard material الhard forms of aluminum and templates للأerosol cans اللي هي الMDPI هيا قلناها meter dose inhalers أو soft and malleable metal is used to produce collapsible tubes اللي هي بتاعت الكريمز flexible pouches اللي هي بتاعت السوبشترز and as the color on parenteral vials اللي هي الغطاء اللي حوالي الربر بتباع الvials ماشحة هذا اللي هو اللي هو اللي هو المنم أو templates ممكن نستخدم اللي هي الصوفت ماشحة paper هاي برضو من الليpells انا قلنا ل Certainly اللي ربار ميتلز والآن البابر. البابر is one of the oldest pharmaceutical packaging materials. It has diverse applications including labels and leaflets, collapsible and rigid cartons, bags and sacks and sachets. طبعاً لاحظوا كل هذول secondary containers, secondary packaging materials. لكن ممكن يكون طبعاً primary is not usually used in the manufacture of primary pack except. is not used primary pack except sachets. sachets. sachets بتكون primary pack. which is a primary pack where the paper is separated from the product by a layer of another material. يعني عادةً بتكون sachets من جوة paper لكن مدهونة بغطاء معين من polymers أو ما إلا. paper is defined as هاي التعريف للورق. matted or filtered sheet composed of natural plant fiber. composed of natural plant fiber. يعني على الأغلب من مصدر نباتي أنسي جيب نباتي. when the paper material weighs. شوفوا الشروع التسمية. when the paper weighs 250 250. 250 gram per meter square. meter square. square. مش m2. 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 or more. إذا كانت 250 gram لكل meter مربع الوزن. أو أكثر. or is 300 micro meter or more in thickness. it is known as paper board. كرتون. يعني إذا كان الوزن معادة الوزن من 250 جرام لكل متر مربع. أو أنه الثكنس أكثر من 300 ميكرو متر. يعني 0.3 مليمتر. أو أكثر. بنقوله بpaper board. نصير شكل paper board يعني اللي هو الكرتون. كرتون. ماشي؟ هاي التسمية تاعتها. التصنيف يعني عالميا طبعا. هذا التصنيف عالمي. soft wood from spruce. هاي المواد اللي ممكن استخدامها بالpaper مشان ننطلع الpaper اللي هما المصادر الطبيعية. soft wood from spruce. يعني الخشب الموجود من هاي النباتات. spruce, fir, pine. eucalyptus trees is now the most common source of fibers in paper making. although bagassi. bagassi. bagassi برضو من الانواع اللبات. فعم شوغركين ولك. برضو cotton. cotton. straw. القصب. الاكس. bamboo. jute. hemp. hemp. grass. spartu. rags. and c-cell have also been used. يعني هذول كلهم انواع نباتاتها. انا بعرش ولا يعني منهم شي غير قطر. يعني كل هذول انواع من انواع النباتات اللي ممكن استخراج الورق منهم. اوكي. فهذي مصادر النباتية لـ جيد. advantages of paper as packing and packaging material. low cost and readily available. generally non-toxic origin. easily recycled. يعني ممكن عادة استخدامه. readily torn or cut open. an advantage when paper is used in such. يعني ممكن قص قصته بسهولة يعني تشكيله. it's dead old. dead old. عنا مش dead fold. ها. هاي F فيهون فيه فلت. فايف. ديور بارك ها. F. dead fold. ability to hold a crease allows the making of cartons allows the making of cartons and bags as well as its use for patient information leaflets. يعني ممكن انه نستخدمها بعملية الـ اللي هو الـ الامة للكارتونز للدراجز او للباكز. as a bags. او as information leaflets. كل يعني اشكال مختلفة. ها. هاي معنى الـ الديدفولد هاي. ستة. رجبتي ان strength allow its use in cartons. طبعا حسب النوع قلنا قبل شوي اللي هو الثيكنيس وعو الوزن مش انصير paper board. at the same time it can act as a a slight a slight cushion to protect the primary pack. so cushion يعني مخد يعني حاجز ليتلقى الصدمات يعني. هاي معنى مشان. داما الكشنغ معناته حاجز حتى يتلقى الصدمات. uh easily printed and coated. I'm a full one. as can be seen uh from uh as can be seen from its method of uh production. the nature and properties of the uh finish the paper can be controlled such uh that paper may be tailor made or specific applications. يعني من الصفات اللي شفنا انو ممكن انو يعني ينعمل منها عدة استعمالات. استعمالات خاصة وعامة. استعمالات خاصة وعامة. finished paper can be controlled. uh paper may be tailor made or specific applications. four tailor made for four specific application applications. الا استعمالات خاصة. for example its opacity. هاي مثال. its opacity and color can be varied by the use of additives. its porosity can be adjusted to allow to allow diffusion. to allow diffusion of steam for sterilization while maintaining a barrier to microorganisms. okay. إذن هاي مثال عن specific and specific applications. هاي. specific applications you know tailor made or for specific applications. اللي هي استخدامها opacity and color can be varied to use additives. to buy the use of additives. ايضا البروسطي الها ممكن تسمح لل البخاري يطلع خلال. ممكن استعمال paper as sterilization packaging. يعني للsterilization. فالبطلع البخاري لكن ما بتسمح لل microorganisms إنها تدخل. okay. as a barrier to microorganisms. إذن هاي واحدة من specific applications of paper. disadvantages of paper result in it not result in it not generally being used on its own in the primary package. يعني هذي مثلاً. no barrier properties against moisture gases and others. يعني إذا استخدمنا يعني كproducts. عفوا إنت. كcontainer. primary مثلاً أو container بدنا يعني لنا فهي. they have no moisture or gases barrier. it has no barrier. برضو moisture sensor يعني بتأثر الحرارة طبعاً بتبلل بسريع. no heat or cold seal properties. ما منقدرش نفسه اللي حاله يعني نعمل ونلصقه إلا إذا استخدمنا مواد ثاني. and hence cannot be sealed without adhesive or especially coatings. يعني لازم يكون في مواد أخرى نستعملها حتى إنه نقدر نستخدمه هذا package أو sealed package. poor transparency and gloss compared to certain plastic films. ما له شفافية. وأيضاً ما لهش لمعان. يعني هاي aesthetic properties. يعني نوع من اللي هو الشكل المنظري. to overcome such disadvantage paper can be combined with other materials. لذلك لهذه الاسباب يعني الpaper ممكن إنه نضيف عليه بعض المواد ليتحسن. for example paper can be further coated, further coated by polymers or laminated or laminated to plastic or aluminum foil to improve its barrier properties to gases to gases and moisture and to create heat sealing ability when used in the primary pack. ذلك ممكن يعني ممكن نش نضيفه أو نضيف عليه بعض المواد. coated مثلاً من جوه بال بال polymers, plastics أو aluminium. في كثير مواد موجودة يعني. تلاقي الباكي باكي باكي باكي. طبقة paper طبقة ألمهم طبقة بلاستيك. يعني مع بعض كلهم جايين. وهي تعطينا الثلاث advantages اللي هي ممكن نكون طبعاً barrier. to improve its barrier. improve its ceiling ability. ها. وايضاً the opacity مثلاً أو الحماية من الضوء. ها. او يعني. other advantages اللي اللي بدنا إياها. ولذلك هذا الpaper مع المواد الثانية. بعطينا advantages مطبولة. laminates هاي اللي هي آخر is made by bonding together two or more plies or two or more layer of different materials such as paper plastic or metal. يعني ممكن يعني هاي اللي حكينا عنها قبل شوي. اللي هي آآ combination of paper مع مع الالامين والمفويل مثلاً مع البلاستيك. تعطينا advantage. شو رفو إلى advantage هلا. الهدف هو ايش. combine the desired properties desired properties of the different plies آآ into a single packaging structure. آآ 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 أيضاً من الحسنات. هاي الحسن الثانية. a minimum amount of materials used. يعني من كل واحدة مستخدم كمية قليلة من المaterial. اوكي. and therefore cost effective. يعني يكون الحسنة. يعني عفوان السعر أقل. الكلفة. laminates are used to produce pharmaceutical packs such as sachets, blister packs, tubes, pouches, etc. an example is a structure consisting of of paper, metal foil and polyethylene piles. يعني هاي paper و الامينوم foil و بلاستيك. ثلاث طبقات. هاي as a packaging. طيب هون شوفوا الفائد. الpaper provides strength و printability and ability to easily tear. يعني مشان نمزعه و نفتحه يعني. كير ده package. الفويل شو بفيد. الفويل provides an excellent barrier to light moisture and gasses. ها? and gasses. and the polyethylene. الفائد من polyethylene. sealability. اذا نسك. اذا هاي مثال على انه ممكن نوحد الpaper مع المثل. مع البلاستيكس. اه نستفيد من كل واحدة. اه الادفانتيجز وتعتها. اوكي. نفس الوقت من قلل الثمن. الكلفة. وبعض الديس ادفانتيجز. اوكي. اه لهون من كون انهينا. اه ال chapter packaging. اه اه ثلاث محاضرات. وان شاء الله اه نلتقي بالمحاضرة القادمة. وهي في الهارد جيلاتين كابسولز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.